رياضيا نادي ليبربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصر محمد صلاح هيحل النهاردة ضيف على من سيتي بالليل الساعة 9 إلى ربع ضمن مباريات إياب ربع نهائي دور الأبطال الأوروبي لكرة القدم صلاح بيبحث هو زملائه عن تحقيق الفوز باللقاء وحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة وتكرار الفوز أمام السيتي في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة بملعب أنفيلد من المقرر أنه يعود صلاح لليبربول بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الأخيرة للنادي وده بعد ما غاب على اللقاء أفرتن يوم السابت اللي فات في الدوري الممتاز أو البريمير ليج وطبعا انتهى هذا اللقاء بالتعادل السلبي ما بين الفريقين في قمة الميرسي سايد هنروح لخبر تاني مفرح الحقيقة بيخص نجمنا المصري برضو محمد صلاح واللي أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عبر موقع الرسمي فوزوا بلقب لعب الشهر الإفريقي في أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ده بعد تصدر واستفتاء شهر مارس الماضي واللي أجرته بنسبة 54% وكان متفوق على كل من التونسي وهبي الخزري لعب رين الفرنسي والغيني نابي كايتا نجم وسط لايفزيج الألماني وأشارت المجلة إلى أن ما يحقق اللعب المصري الملقب بالملك صلاح ما بين جماهير ليفر بول لا حدودة ليه ونجاحه لا يتوقف ده بعد ما تقلق الشهر الماضي وسجل لستة أهداف في أربع مباريات بالدوري وكمان تصدر لائحة هداف البريمير ليج برصيد 29 هدف